موسيقى السادسة بتوقيت بغداد حياكم الله مشاهدين واهلا بكم الى ملفات الساعة وسنناقش فيها صراع او اعفوا صراع الارادات يستمر بشان الوزرات الامنية والكشف عن ترشيح قادة عسكريين لحقيبة الدفاع موسيقى سوء فهم بين الوقف السني والحجد يتحول الى حملة اعلامية واقوادها مواقع التواصل موسيقى لحماية المنتج المحلي مزارعون يطالبون بتطبيق قرار اغلاق المنافذ الحدودية موسيقى اهلا بكم الى التفاصيل جدلون مستمر على ما تبقى من الكابينة الوزارية بين الكتل والاحزاب السياسية تحت مسمى الاستحقاق اذ تشكل وزارة الدفاع والداخلية العقبة الاكبر في استكمال الكابينة في حين يجري الحديث عن اسماء قادة ميدانيين لترشيحهم الى منصب وزير الدفاع ابرزها الفريق الركن عبدالغني الاسادي وزارات امنية شاغرة تنتظر تسمية وزراء لها في خضم خلافات عميقة بين الكتل السياسية على الاسماء المطروحة من قبل رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي والتي قدمت على اساس الاستحقاق بخلاف مطالبات على ضرورة ان يكونوا تكنقراط مستقلين يتمتعون بالخبرة والمهنية فالجدل والخلاف على حقيبة الدفاع لا يقل شأنا عن نظيرتها الداخلية فالصراع على تولي المنصب يحتدم بين القوى السنية الرافضة لشخص فيصل الجربة مرشح زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي الذي اصر على ترشيحه من بين الاسماء المطروحة الاخرى تحالف المحور اشد الرافضين لترشيح الجربة ابدا موقفا واضحا بعدم التصويت له مقاطع جلسة البرلمان المخصص لاستكمال الكابينة الوزارية ما جعل علاوي يفكر باستبدال الجربة والبحث عن اسم اخر مع محاولة الاخير اقناع الاصلاح والبناء لسحب مرشحهم وسط اشتداد المواقف والرغبة بتقديم قادة ميدانيين لحقيبة الدفاع يطرح اسم الفريق الركن عبدالغني الاسدي قائد قوات مكافحة الارهاب السابق بقوة لتولي المنصب الى جانب عدد من القادة رغم ان الاسدي لم يفصح عن الارض المقدم له عند سؤاله عن ذلك لكنه ابدا مرونة بعدم الممانعة اذا ما اوكلت اليه المهمة نافيا في الوقت نفسه ان تكون اي حالته على التقاع التمهيدا لتوليه حقيبة الدفاع رئيس البرلمان وجه رسالة الى الاسدي حملت رغبة بترشيحه وزيرا للدفاع واذا ما حصلت موافقة الاسدي ربما ستحرج الكتل الاخرى المتمسكة بمرشحها الحديث اكثر حول هذا الموضوع ينضم معي عضو مجلس النواب السابق عدنان الدنبوس مرحبا بك معنا بعد تأجيل التصويت على الكابينة الوزارية المتبقية بسبب الخلافات الحادة حول وزارتي الدفاع والداخلية ظهرت تسريبات تؤكد اختيار الفريق الركن عبدالغاني الاسدي وسيكون مرشح وحيد لوزارة الدفاع ما صحة هذه المعلومات تحياتي لك والمشاهدين الكرام كثر الحديث حول تشكيل هذه الحكومة وهي ليست المرة الأولى التي تتعثر بها الكتل السياسية في موضوع تسمية الوزراء ففي كل مرة من المرات التي تم فيها إكمال الانتخابات يبدأ الموضوع الصراع على تشكيل حكومة وتبدأ هذه المناكفات والمزايدات ومشاكل ذلك وبالتالي المواطن البسيط هو الذي يدفع الثمن والعراق يتحمل هذا الوزر الكبير الذي فيه تقديري أنا وفيه تقدير الكثيرين أن ما يجري في العراق من تدهور هو صناعة بشرية بامتياز نتيجة انجندات خارجية وكتل ربما تساهم فيها هذه نقطة واضحة جدا للجميع لكن سؤالي أيضا واضح أنا أردوصا للسؤال هو الذي يصل للإجابة لأنه يجب هذا السؤال يجب إلى مقدمة ثم ندخول بالإجابة عن هذا السؤال القضية أمامنا خيارين لا ثالث لهما أما خيار كما قالت الكتل السياسية نترك الخيار للسيد عادل عبد المهد لاختيار حكومته وبالتالي نسائله عليها وهذا شيء جميل ولكن هل تعتقدين أن الكتل السياسية تتخلى عن استحقاقاتها الانتخابية وتترك المسألة للسيد عادل عبد المهدي بأن يختار وزراء أنا أشك في ذلك وأكذب ذلك أيضا إذن أمامنا الخيار الثاني وهو خيار الكتل الفائزة كما تعلمين أن الكتل الفائزة هي معروفة لجد جميع لكن حصرت فيه قوتين كبيرتين تسمى وحدة الأصلاح وحدة البناء وحدة يقودها تقريبا بشكل واضح السائرون ومن متحالف معه والأخرى الفتح التي تقودها يعني عادل سيد هاد العامري وآخرين وبالتالي أعتقد أن هذه الصراع الموجود بين الكتل الفائزين لن ينتهي بسهولة بتشكيل وزارتي الدفاع والداخلية باعتبار أن الطرفين متبسكين بما يصبوان إليه من تحقيق أهداف معينة تعلمين جيدا أن الإصلاح الآن وكتل كبيرة في داخل الإصلاح لا ترغب بتولي السيد عفالح الفيض وجل احترامي له وهو صديق وعزيز ومن عائلة كريمة ولكن كما هو واضح لا يرغبون به أن يكون بسبب أن رأي المرجعية أن المجرب لا يجرب والقصة الثانية هي قصة وزارة الدفاع وزارة الدفاع حقيقة الكتل السياسية حينما دخلت الانتخابات كما قلنا سابقا في مناسبات متعددة بأنهم دخلوا على أساس أنهم نفضوا غبار الطائفية ودخلوا في صفاء جو الوطنية والفضاء الوطني ولكن يبدو لي أنهم ليسوا صادقين في ذلك والآن يبحثون عن هذا مكون سني وكذلك بهذه المسميات وأعتقد أن موضوع السيد الحلبوسي بطرحة موضوع السيد عبدالغني الأسدي هو ليحراج الكتل السياسية لأن هذا الموضوع ليس من السهولة بمكان أن يمرر بهذه البساطة وأن كما تعلمين أننا خلاص يعني ليش عنا نكذب على رواحنا القضية أصوحت محاصصة فهي المكون السني المكون السني بمعنى أي شخص سني هو يشغل هذا المنصب كما هو الآن وزارة الداخلية اللشيعي ولكن نحن نعتقد كبالوطنية وبزعامة الدكتور عياذ علاوي باعتبار رئيس القائمة الوطنية رسميا وفعليا هو رشح السيد فيصل الجربة وهذا الرجل والله هذا واضح نعم يعني بحسب التسريبات الأخيرة بحسب التسريبات الأخيرة أنه أمس كان هناك لقاء لرئيس الجمهورية السيد برهم صالح مع السيد أياد علاوي مصحت هذه المعلومات وهل فعلا تم أقناع بحسب ما سر بأنه تم أقناع السيد أياد علاوي على أن يتسلم الفريق الركن عبدالغني الأسدي وزارة الدفاع صدقيني لحد قبل ساعة أن أدخل إلى هذا الستوديو لم أسمع بهذه المعلومات ولم تؤكد لي سواء من الدكتور أو من القائمة الوطنية بكل قياداتها لذلك أعتقد أن هذه هي حكي أعلام لا أكثر ولا أقل طيب يعني أيضا هناك بعض الرسائل من السيد رئيس البرلمان السيد الحلبوسي بأنه يطلب أن يتسلم الفريق الركن السيد عبدالغني الأسدي عبدالغني عبدالغني الأسدي وزارة الدفاع يعني هل هناك إجماع من داخل البرلمان على هذه الشخصية يعني في حال لو رشح مع السيد فيصل الجربة برأيك ألا يأخذ توافق من كل الكتل خصوصا أن هناك سائرون وأيضا الفتح يعني متوافقة على هذه الشخصية سيدتي عبدالغني الأسدي قائد عسكري عراقي محترم لعب دورا كبيرا في مكافحة الإرهاب والقضاء على داعش وهذا مشكور له ومشهود له وهو يشكر ونهنيه بمناسبة خروجه إلى الحياة المدنية للتقاعد يعني ونتمنى له حياة سعيدة فيها ولكن موضوع اختيارك كوزير الدفاع هذا أمر فيه استحالة لماذا استحالة؟ استحالة لأنه أنت أخذي الكتل السياسية يعني هناك توافق عليه من توافق عليه؟ هذا الكلام ليس صحيح ليس هناك توافق لكن بحسب التسريبات سائرون والفتح متوافقة على شخصية عبدالغني الأسدي وهناك تسريبات مؤكدة تقول أن الأسبوع المقبل سيكون التصويت على الكابينة جميعها مع وزارة الدفاع باستثناء الداخلية وأنا أأكد لك أن هذا الكلام غير دقيق لأنه يجب أن تقترن هذه الموافقة بموافقة الدكتور آياد علاوي باعتبار أن هذا المنصب هو من حصة وطنية وبالتالي لا أعتقد أن أحد يستطيع أن يمرر هذا الأمر إلا بموافقة الدكتور طيب في حال أنه يعني أستاذ أنه في حال لو يعني وضع السيد يعني هي مرشحين في حال وضع السيد عبدالغني الأسدي وأيضا السيد فيصل الجربة فيصل الجربة في أكثر من مرة لم يتم تمريره برأيك من سيمرر؟ أنا أعتقد أنه لم يحصل بكل الدورات السابقة منذ عام 2005 إلى الآن أي من الجمعية الوطنية إلى الدورات الثلاث التي سبقت هذه الدورة وبتشكيل الحكومات جميعها لم تكن هناك حكومة تشكل إلا بالتوافقات السياسية وتسبق جلسة البرلمان يلا يتصير حكومة وبالتالي هذه ليست جديدة علينا وبالتالي لن يكون هناك بهذه الطريقة أن أشخاص ترشح والبرلمان يقرر هذا أمر فيه استحالة طيب يعني أستاذ يعني السيد عبد المهدي جاء بالتوافق كما قلت بين سائرون والفتح ولكن أيضا تعرض إلى ضغوطات حول موضوع الكابينة الوزارية بالتأكيد يعني الضغوطات يعني الموضوع لا يتم بالتوافق إذن لا اختيار السيد عبد المهدي بالتوافق مطلق خارجه داخلي وليس فقط بالداخل أنت تعلمين أننا ليس بالسيادة الكاملة هناك تدخل دولي وإقليمي ومحلي وخارجي وما ليوصى بصراحة يعني هل أفهم أن تدخل الخارجي والدولي كما تقول هو من أخر تمرير وزارتي الدفاع والداخلية؟ أعتقد ذلك حتى الدفاع الداخلية معروفة لكن الدفاع أنا أعتقد أن الداخلية فيها قضية خارجية أكثر من الدفاع طيب برأيك هل يوم الثلاثاء المقبل هل سوف نشهد تمرير الكابينة الوزارية على الأقل أربع وزارات؟ ربما أربع وزارات نعم ربما وهل ستبقى الوطنية محافظة على مرشحها سيد فيصل الجربة أم سوف يطرح أسماء أخرى؟ نحن مرشحين بس فيصل نحن مرشحين أكثر من مرشح أعتقد ثمانية أو عشرة عشر مرشحين ولكن الرقم واحد هو فيصل الجربة عدنان الدموس عضو مجلس النواب السابق شكرا لضمامك معنا أما ملفون الثاني فهو سوء فهم بين الوقف السني والحجد يتحول إلى حملة أعلامية لزرع الفتنة في البلاد سوء فهم بين الوقف السني وهيئة الحجد الشعبي على أحد الجوامع التي كانت مهجورة في الموصل سرعان تعرض لحملة أعلامية من جهات تنتهز الفرصة لزرع الفتنة في البلاد غير أن الموضوع تم حسمه واستلام الجامع من قبل الوقف السني تفاصيل صغيرة وخلافات أصغر بإمكانها لعب دور فتيل لإشعال ما أظنى العراق خلال أربع سنوات مريرات لإطفائه وبذل نهر من الدم لاستعادة ما سلبته القوى الخبيثة والانتهازية لأي صادع داخلي مسجد في الموصل تركته الحرب مهجورة ليكون ساحة لسوء فهم طرفاها فصيل في الحجد الشعبي والوقف السني إذ ادعى الأخير أن فصيلا مسلحا استولى على الجامع وغير اسمه ومن ثم حوله إلى مقر للفصيل لتعلن هيئة الحجد الشعبي أن من قام بالاستلاع على المسجد أفراد لا ينتمون لها وأنها عادت المسجد إلى الجهة التي ينتمي لها داعية للأجهزة الأمنية لمحاسبة المعتدين على بيوت العبادة وجاء بيان هيئة الحجد الشعبي بعد 24 ساعة من حملة إعلامية انتهزتها جهات تحاول وعادة زرع الفتنة في البلاد ولم تكن تملك وترا أكثر حساسية من هذا الاستغلاله قضية تفتح ملف عديد لا يستهان به من المساجد المختلف حول عائديتها إلى الوقفين السني والشعي كنتيجة لتركة الحرب الأهلية التي لم تنتهي آثارها على صعيد المؤسسات والمجتمع منذ 12 عاما ما يترك رأس مال لا يستهان به لكل من يتربص بوحدة الصف العراقي جهات عدة رأت أن وجود وقفين للطائفتين السنية والشيعية ساهم بتعقيد الخلافات ووضع عوائق كثيرة أمام فرز العائديات تسببت بها أمور تتعلق بالموازنات المالية للوقفين وإرادات حسبية أخرى فيما تخوف آخرون من أن تسهم خلافات كهذه بعادة شبح الطائفية الذي وشك العراقيون على مغادرته كما حدث بقضية مسجد ابن الأرقط في مدينة الموصل وكان يفترض أن يكون معنا الشيخ عامر البياتي الناطق الرسمي لدار الإفتاء العراقية لكنه اعتذر لأن مقدمة البرنامج سافرة ويبدو أن الظهور على وسائل الإعلام والتهدئة لوقف الحرب الكلامية وأي محاولة للفتنة أقل أهمية بالنسبة للشيخ مع الظهور مع سافرة لو كان هناك وقت أطول قبل الحلقة لوضعت الحجاب فأي بادرة لوئد الفتنة مستعدة لها وهي جزء من واجباتنا وليس منة على أحد ينضم معي عبر الهاتف أبو بكر كانعان مدير الوقف السني في نينوى مرحبا بك معنا بحسب بيان الوقف السني أن هيئة أو قوة تابعة للحشد قامت بالاستيلاء على جامع سني جامع الأرقم وتم تغيير اسمه وبحسب آخر التسريبات أنه تم التفاوض مع الحشد وتم تسليم الجامع ما الذي حدث بالضبط تفضل أهلا مرحبا بكم حقيقة المشكلة التي أصبحت على جامع الأرقم هي تواجد قوة تعود إلى حركة النجباء دخلت عنوة إلى هذا الجامع وسيطرت عليه وغيرت اسم الجامع وبعد مناشدات للقيادات المسؤولة من قيادات العمليات وقيادات عمليات الحشد وأمن الحشد تم الاستجابة بصورة سريعة وتدخلات أبدا المسؤولين معالي رئيس الديوان ورئيس وزراء حصرا تم تدخل سريعا وتم إخلاق الجامع اليوم صباحا من قدر قيادة العمليات وقيادة عمليات الحشد وأمن الحشد مشكورين تدخلوا وانتهت المسألة والحمد لله عاد الجامع إلى أوقاف نينوة وهذا ما حصل حقيقة والحشد الذي بذل الغالي والنفيس والجماع الغالية في تحرير نينوة لا يقبل أبدا أن تعود مثلا لهكذا مجموعات مثلا الحشد وهي بعيدة كل البعد عن الحشد هناك خروقات هنا وهناك من قبل الجاميع يستغلون اسم الحشد وهذا الأمر لكن أنه جباء هي معروفة أنه يتابع للحشد نعم يعني لا تستغل اسم الحشد الشعبي إذن ما الذي حدث يعني والرسالة فقط لكي يعني نعلم الرسالة التي وجهتمها وجهتمها إلى رئيس الوزراء أم وجهتمها إلى السيد أبو مهدي المهندس نحن وجهنا كتاب رسمي مناشدة إلى محافظ نينوة كونه هو مسؤول للملف الأمني في هذا الجانب ونسخة منه إلى أستاذ المسؤولين قائد العمليات ورئيس الديوان وقائد الحشد الشعبي لم نكن نعرف هذه الجهة إلى أي جهة تنتمي لكن هي بستفد أنه الحشد وجهة مصلحة فكانت تعاون أنهم الحشد الشعبي وكانت هناك تعليقات وصور لهم حول هذا الأمر ويسمون نفسهم حركة النجباء فهذا الذي حصل لكن عندما التقينا وفتحنا الجامعة وستلمنا الجامعة اليوم ظهرا التقينا مع قيادات عمليات الحشد وأمن الحشد وأكدوا لنا أن هذه المجموعة وهذه الحركة لا تنتمي لهم ولا تمثل الحشد الشعبي المقدس فهذا الذي حصل حقيقة كنا في مفاوضات مستمرة والحمد لله هذه المفاوضات أتمرت في معرفة وعادت جامع إلى الوقت إن شاء الله يعني كان سابقا أنه كان هناك وزارة الأوقاف العراقية التي كانت مسؤولة عن إدارة العتبات والمراقد المقدسة وأيضا الجوامع الشيعية والسنية وحتى الكنائس بعد 2003 ألغيت وتم تشكيل عدة دوائر للدواوين يعني ديوان الوقف الشيعي وديوان الوقف السني وأيضا ديوان الوقف المسيح برأيك يعني هل السبب أنه عدم وجود جهة موحدة لهذا الموضوع عدت إلى حدوث هذه الخروقات يعني حتى في نينوى في عام 2012 وجه الوقف الشيعي بخطاب إلى نظيره السني حول تحويل أحد الجوامع السنية يقولون أنها جهة تابعة للجامع الشيعي وهكذا نعم نعم هو هناك حقيقة جوامع نينوى معلوفة بأغلبية تاحقة للوقف السني نعم وهذه مثبت حقيقة في السندات والأولاق الرسمية وعند الدواعر الرسمية هذا الجامع بنية تقريبا قبل 17 سنة فهذا جامع يعني في مكان استراتيجي وجامع معروف لكن كان ما كان من استباس لبعض السياد أنه تريد السيطرة على بعض الجوامع التي كانت مغلقة حقيقة بعد استحرير وتحتاج هذه الجوامع إلى صيانة وتفليم بسيط لكن في قلة الميزاني لسنة 2018 كان هناك تريد حقيقتنا في الصيانة والبناء فهذا يعني إن شاء الله تعال على ميزانة 2017 سيتم ترميم وصيانة كل الجوامع التي تم غلقها أثناء التحرير بسرط التهديم ويعني الإطار التي أصبحت فيها من تكسير البواب والزجاج وإلى آخره فهناك ميزانية ستضع نقبل بزارة المالية لهذا الأمر إن شاء الله يعني هو كان السؤال إنه لو كان هناك جهة موحدة تابعة لا يتم فصل هذا الموضوع أنه ديوان الوقف السني والشيعي وحتى الكنائس هل كان الموضوع ربما أسهل حتى لا يحدث هناك مثلا اختلاط أكيد 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 لكن هذا يعود لحكومة مركزية حقيقة هذا الأمر في زمن النظام السادق لم يكن هناك تقسيم للوقت السني والشيعي والمسيحي والعزيلي كانت أوقاف واحدة لكن اليوم أصبحت أثث جهات لكن أيضا مثلا مثل ما قلت جنابكي إن شاء الله هذا الأمر سيكون أسهل إذا كانت موحدة هذه الأمور كلها نضم معي أبو بكر كنعان مدير الوقف السني في نينة وشكرا لإنظامك معنا أما ملفون الثالث فهو لحماية المنتج المحلي من المحاصيل الزراعية مزارعون يطالبون بتطبيق قرار إغلاق المنافذ الحدودية طالب مزارعون الجهات المسؤولة بتطبيق القرار الخاص بمنع استيراد بعض المحاصيل الزراعية فضلا عن غلق المنافذ الحدودية للحفاظ على المنتج الزراعي المحلي واصفين غسيل الأموال وضعف الدور الرقابي بأبرز العوامل التي عرضت الزراع العراقية للانتكاسة على الرغم من المقومات التي تمتلكها الزراعة في العراق إلا إنها تواجه مشاكل عدة الإهمال والتهميش وضعف الدور الرقابي على الحدود هذا ما يعاني منه المزارعون سيما استخدام المنتج المستورد كغسيل للأموال وهو ما أوصل الزراعة العراقية لهذه الانتكاسة على حد وصفهم اليوم التوجه إلى استخدام المنتج المستورد كغسيل أموال وكإجراءات أخرى عرضنا إلى هذه الانتكاسة لو يكون قرار الحكومة باتجاه استيراد أو محاسبة أو معرفة اليوم لو نعرف المنتج المصري يصل إلى العراق وبالمقابل هو بأسعار منخفضة وبخصة جدا أكيد هناك ضعف الدور الرقابي نظرية المؤامرة ممكن عدم قناعتنا بها لكن هو الغاية غسيل الأموال من وصلنا إلى هذه المرحلة نحن متأذين نحن إنتاجنا كلها محلي مثل زراعتنا شغلات مالزينة كلها محلي ويطب علينا الأجنبي والأجنبي ما ديقاهم ما ديقاهم كلهم دي يشترون ويشتكون من أحسن حمضيات عندنا وأحسن نفضيات عندنا وأحسن طماطة وخيار وبيتنجان ما يكون أحسن من المحصول العراقي في العالم كل دعم ما عندنا لا دعم أسمدة لا أدوية سابقا كل شي عندنا دعم قبل 2003 كل الدعم وإجاراتنا رخيصة هل سأجاراتنا صاعدة للسماء حتى ما نطلع مصارف بيوتنا ومصارف عمان فشل زراعي وصف بالمؤامرة تراشقت الاتهامات ما بين الأطراف ذات العلاقة إذ حملت وزارة الزراعة المسؤولية الكاملة للجهات المسؤولة عن المنافذ الحدودية التي تتعرض لخرق قانونيا ما بين فترة وأخرى دعم المنتج المحلي عندما الفلاح يجيب الحاصل المال للأسواق يلقي المستورد وبالتالي أثر عليه من ناحية السعر وبالتالي تقلل مدخلات الفلاحين مما يعزفون على الزراعة أكيد نحن كوزارة الزراعة مانعين الطماطع وتسابعة محاصيل أخرى من الاستيراد وبدورنا نحمل المنافذ الحدودية المسؤولة للدخول أي مستورد من خارج العراق يستيقظ مع إطلالة الفجر يحتضن مزرعته ومحاصيله آملا أن يقدم منتوجه المحلي ليظاهبه العالم لا يبخل بعطائه للبلاد لكن البلاد بخلت عليه بالحفاظ على رصانة الاستخدام بلد يدعى بأرض السواد لكثرة أشجاره ونخله يمران من خلاله نهران يقطعانه من شماله إلى جنوبه يعاني مزارعه من انتكاسة في الانتاج المحلي فعلى حد وصف مختصين هناك مؤامرة وضعف في الدور الرقابي في المنافذ الحدودية ولد فشلا زراعيا في العراق من بغداد ضحى عنبر الرشيد للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معي وكيل وزير الزراعة سيد مهدي ضمد مرحبا بك معنا كان هناك قرار بمنع استيراد سبع محاصيل زراعية هل طبق هذا القرار أم طبق على جهات معينة فقط شكرا جزيلا تحية لكم ولمشاهديكم الكرام بالتأكيد قرار المنع نافذ على جميع المنافذ الحدودية مشمولة بالمنع ولا توجد دولة مسموح لها بتصدير أي بضاعة حال صدور عملية أو قرار المنع فقرار المنع يشمل جميع المنافذ الحدودية وجميع الدول اللي تصدر إلى العراق اللي أريد أن نوضحها كالآتي بالنسبة أنه كوزارة الزراعة لدينا رزنامة زراعية هذه الرزنامة الزراعية محددة بها المواسم الزراعية للمحاصيل وبموجبها يتم عملية المنع بعد أن نتأكد بأنه وجود منتج محلي يكفي للإحتياج لأنه في حالة منع المنتج من الاستيراد وعدم وجود منتج كافي بالمحصلة سترتفع الأسعار ويتضرر المواطن فالمواطن والفلاح اثنين هم مواطنين بنفس المستوى فبالتأكيد الموازنة بين العرض والطلب مطلوبة هذا جانب جانب المهم بالنسبة أنه الطماطم ممنوع من تاريخ 18-11-2018 وسبق لهذه الوزارة الوزارتنا المنعت الطماطم من شهر الـ 1-2018 لغاية 31-7-2018 ثم من 1-8 إلى فترة 18-11 هذه بها شحة بالإنتاج بسبب الظروف المناخية الغير مواتية اختفاء درجات الحرارة غير مواتية لإنتاج الطماطم لذلك هذه الجدولة هذه الجدولة بالنسبة أنها ثابتة ونعمل عليها الإشكالية الخروقات التي تحدث أنا لا أريد أن أحمل جهة معينة على مسؤولية الخروقات وإنما نقول أن هناك خروقات موجودة بالتأكيد بتحسن الوضع الأمني بزيادة الوعي الجماهيري منظمات المجتمع المدني الكل واعية ومدركة بأنه المحاصيل أو المنتجات الزراعية هي أكثر أمانا واطمئنانا وأكثر استساغة من المستورد وأكثر دعما للاقتصاد الوطني ذلك نحن معولين على منظمات المجتمع المدني على وعين الجماهيري على المسؤولين في مختلف المستويات والجهات أن تساند وزارة الزراعة في تنفيذ عملية أو قرار من الطماطا وغير الطماطا لحد الآن عندنا تسع محاصيل ممنوعة بضمنها الذرة الصفراء وكذلك البطاطا والطماطا والبادنجان اللهانة والقرنابيط والشجار والجزار والنبق فهذه المحاصيل كلها ممنوعة بسبب ممنوعة الاستيراد بوجود منتج محلي دعم المنتج المحلي هي مسؤولية وطنية هي مسؤولية وطنية فبالتأكيد العراقيين أهلا للوطنية ووافقين كل الثقة بأنه يصير عندنا دعم إلى منتجنا الوطني وإلى اقتصادنا يعني هناك مطالبات من قبل الفلاحين بإغلاق الحدود والاعتماد على المحاصيل المحلية لأنه فتح المنافذ هو سبب خسائر لهم هل هناك تعمد بفتح المنافذ الحدودية حتى مثلا تخسر المحاصيل المحلية قيمتها وتعود بالتالي الخسارة على الفلاح العراقي نعم حتى نكون منصفين لأن المنافذ الحدودية هي جزء من الدولة القمارك جزء من الدولة وزارة الداخلية وزارة الزراعة كلهم وأساسات تشتغل بمهنية وانحييهم وأمامهم أيضا تحديات نحن لينأكد عليها بأنه الهيئة العامة المنافذ الحدودية وكذلك الهيئة العامة القمارك يبذلون قصارى جهدهم للسيطرة على منع دخول المحاصيل الزراعية بدون إجازة استيراد وهذا يشمل طبعا المحاصيل النباتية والحيوانية فلذلك مشهود لهم لكن مثل ما تعرفين الخروقات إن وجدت فإن شاء الله يسيطر عليها طيب لنتحدث عن الواقع الزراعي في العراق هل تتفق أن الواقع الزراعي في العراق متردي وبائس؟ إذا نتكلم عن الأسباب نحن بلد غني يوجد يتوفر هناك مهاء ويتوفر التربة الخصبة إذن لماذا أصلا العراق لا يصدر محاصيله الزراعية؟ نعم سؤال جدا وجيه لكن خليه بالإطار العام الوقت لا يتسع لأن نروح بتفاصيل أوسع كل الوقت لك تفضل بارك الله بيش القطاع الزراعي يختلف عن القطاعات الأخرى القطاع الزراعي يرتبط بمواسم يرتبط بيتعامل مع كائن حي نبات وحيوان فهذا الكائن الحي إلى ظروف خاصة للنمو والتطور إضافة إلى ذلك مرتبط بأغلب القطاعات مرتبط بقطاع الطاقة سواء كان نفط أو كهرباء مرتبط بالأمن مرتبط بالتجارة بالمواصلات بصناعة اللي يتمد بالمبيدات والمكننة منظومات الريب الرش والتنقيط إضافة إلى العلاجات واللقاحات البيطرية فكل هذه المنظومة مجموعة هي مخرجاتها رح تخدم القطاع الزراعي ومخرجات القطاع الزراعي تخدم بالتأكيد القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى لذلك هذه المنظومة حتى لا نكون مثاليين أكثر من اللازم هذه المنظومة أيضا عندها مشاكلها فإسنادها للقطاع الزراعي محدود لكن المعولين عليه يصير تقدم بالبلد يصير استقرار أمني صار استقرار أمني مو يصير صار إن شاء الله والتطورات اللي تحدث أنا منذ أقول السبع تشهر من بداية هذا العام إلى نهاية السابع منع للطماطع هذا ما كان موجود بالسنوات السابقة كذلك الحال بالنسبة إلى المحاصيل الأخرى فماكو تطور لكن وطنيتنا العالية وأنا ما أقول إحراج لوزارة الزراعة وإنما المواطن العراقي لأن وطنيتها عالية يتمنى أن يكون قطاع الزراعي بمستوى الدول المتقدمة هنا سؤالي لماذا وزارة الزراعة لا تحتضن عفوا لا تحتضن الفلاح العراقي وتوفر له مساعدات حتى لو كانت بسيطة بحسب استطلاع الرأي هناك الكثير من الفلاحيين تركوا مهنتهم وتوجهوا إلى مهنة أخرى سيدة الفاضل أنا قلت لك هذا القطاع مرتبط بأكثر من مفصل من مفاصل الحياة اليومية فلذلك كل هذه الأمور تؤثر عليها أضرب لك مثل يعني تعرفين لمحافظاتنا التي اتحررت بسواعد أبنائنا قواتنا البطلة والحجد وكل الشرفاء في هذا البلد والعراقيين شرفاء والحمد لله والشكر عندما احتلت داعش نينوى بالتأكيد أثرت على القطاع الزراعي لأنه محافظة نينوى محافظة زراعية كذلك الحال بالنسبة لأنبار وصلاح الدين وكركوك وديالة كل هذا سوى إرباكي للقطاع الزراعي يعني بعبارة أوضح كثير من البناء التحتية اللي موجودة في هذه المحافظات هي انتهت بدينها كأنما من الصفر هذه اللازمة اللي يريد يقيم الوضع الزراعي خلي باوح هذه الأمور سيدة الفاضل وهذه المحافظات التي تكلمت عنها هي تحرارات منذ أكثر من سنة بالتأكيد يعني كم من الوقت تحتاجون خلي أوضح لي سيدة الفاضل الشجرة إذا انقطعت يراد لي كذا فترة زمنية حتى توصل إلى العمر الإنتاجي وكذلك بالنسبة إلى الحيوان يراد لي فترة زمنية حتى يوصل إلى العمر الإنتاجي الآن دا أقول لك القطاع الزراعي يختلف عن قطاع الصناعة أو قطاع الإنشاءات هذه حقيقة لازم نعرفها لأن القطاع الزراعي يعني كائن حي يتعامل مع كائن حي هذا الكائن الحي يراد له فترة نمو يراد له أن يوصل إلى النضج وإلى العطاء يعني الثماء بالنسبة للحيوان وبالنسبة للنبات كلاهما إضافة إلى ذلك مثل ما قلت لك يعني مثلا عندنا معامل تنقية البذور في محافظة نينو عندما دمرت بالكامل هذه كم سنة يراد لي حتى عيد هذه المعامل حتى تسند لي المحافظة بتنقية وتوزيع البذور رتب العليا إلى الفلاحين والمزارعين لذلك نعتمد وين على المحافظات الجنوبية والوسط ننقل لهم هذه والسماد وغيرها من الأمور فأرجو أنه من مشاهدنا الكريم يعرف المعاناة التي دنعاني من عدها في إعادة هذا القطاع إلى سابق عهده لكن أأكد على نقطة جوهرية وأني مسؤول عن كلامي هوية العراق زراعية وستبقى زراعية لو طبقنا ما موجود في الأهوار من زراعة عضوية يعني تربة عضوية موجودة بدون المساس بالتراث العالمي يعني الجزء اللي دخل بالتراث العالمي بالأهوار أضملج رح يكون عندنا اكتفاء ذاتي من محاصيل الخضر ويصير عندنا التطور أيضا بالقطاعات الأخرى اللي هي الصناعات التحويلية وكذلك الألبان الأهوار وحدها بس الأهوار كافية إنه تعيد مجد الزراعة إلى مستويات مستويات عالية جدا وربما إذا أقول لك نصدر رح يكون يصير مثلا فدرد فعل شون نصدر لا أجزم إذا وأنا مسؤول عن كلامي إذا استغليني الأهوار بزراعة الخضر بالأنماط اللي هي المكشوفة والمغطات والبلاستيكية بالتأكيد هذه تكون كلش كافية إلى أنه يكون فائض بمحاصيل الخضر واستخدام الريب التنقيط واستخدام التربة العظوية الجاهز يعني هذا واجبكم أنتم كوزارة زراعة هل هناك خطة الآن لتنظيم هذا الموضوع لاستعمال الأهوار نعم نعم هذه الخطة معلنة هذه الخطة معلنة كم من الوقت لكن اسمحي لي بس خلي أوضح هذه النقطة المهمة لكن هذه الخطة تنفيذها ليس من مهام وزارة الزراعة لأنه العملية الإنتاجية بيد الفلاحين والمزارعين والمستثمرين فأتمنى على القطاع الخاص من يسمع هذه المناشدة أن يعني يلبي هذه الدعوة ويبحث عن كيفية استثمار الأهوار نحن ساندون وداعمون ولدينا الإمكانيات في إسناد هذا المشروع ودعوة صريحة وواضحة الأهوار نقدر أمثل هي غور العراق كما في الأردن غور الأردن موجود غور العراق الذي يكون كافي لتغطية يعني وزارة الزراعة بتخصيصاتها المالية لا تستطيع أن تعمل هذا من دون القطاع الخاص سيدتي تعرفين تخصيصاتنا المالية أطلع على التخصيصات المالية وبعدين طالب الوزارة أن تدخل في العملية الإنتاجية نحن عدنا مشكلة بالتخصيصات المالية كما في الوزارات الأخرى ما أريد يعني أنصف الوزارات الأخرى التخصيص المالي شحيح جدا التخصيص المالي حتى حرمنا من تعيين حراس على المنشآت الموجودة تحت مضلة وزارة الزراعة التخويص المالي شيء والخطة وتنفيذ العملية الإنتاجية شيء آخر طيب يعني أيضا هناك نقطة أخرى أود الحديث عنها يعني موضوع أن تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية هل هناك متابعة من قبلكم حول هذا الموضوع نعم نعم أولا هذه جملة وتفصيلا ممنوعة لأنه تحويل جنس الأرض سواء كان ملكية خاصة أو عائدة إلى الدولة بموجب القوانين النافذة بالتأكيد هذا ممنوع إلا بعد أن تحصل موافقة من لجنة مركزية مجلس الوزراء ممثلة بها أغلب وزارات العراقية ذات العلاقة بالأرض وتبدأ من مديرية الزراعة ثم تستمر في الحصول على الموافقات من الوزارات الأخرى دفاع الداخلية الآثار البيئة وكل العلاقة بالأرض هذا جانب جانب الآخر المهم موجودة قوانين تمنع تجريف البساتين وآخر قرار لمجلس الوزراء الموقر اللي هو قرار رقم خمسين يعاقب ويحاسب اللي يقوم بعملية التجريف أما من الذي يحاسب الجهات التنفيذية هي المسؤولة عن الحساب محاسب موجب القانون وتحيل إلى الجهات القضاء لمحاسب توقف القوانين النافذة وزارة الزراعة بموجب القانون غير مسموح إلها بأنه يعني تحاسب من يجرف وإنما تبلغ الجهات التنفيذية والجهات التنفيذية هي مسؤولة عن إزالة التجاوز أو منع التجاوز وحالة المتسببين على تجريف البساتين سواء كان بساتين أو حتى أراضي زراعية ممنوع منعا باتا إلا ضمن السياقات اللي تكلمت بها مهدي ضمد وكيل وزير الزراعة شكرا لإنضمامك معنا السادسة انتهت وكان فيها صراع الإرادات يستمر بشان الوزارات الأمنية والكشف عن ترشيح قادة عسكريين لحقيبة الدفاع سوء فهم بين الوقف السني والحجد يتحول إلى حملة إعلامية وقوادها مواقع التواصل لحماية المنتج المحلي مزارعون يطالبون بتطبيق قرار إغلاق المنافذ الحدودية للمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الإلكتروني www.trashidmedia.com كما يمكنكم متابعتنا على صفحاتنا عبر الفيس بوك وتويتر ويوتيوب أشكركم حسنا المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة